تطورات متسارعة تشهدها جبهة الإسناد اللبنانية عمليات المقاومة الإسلامية تضرب في العمق أكثر حرائق في أفيفيم وسخة متزايد في أوساط المستوطنين الذين يشكون من انعدام الاهتمام الحكومي بمستوطنات الشمال اشتركوا في القناة مشاهدين الحديث عن تطورات جبهة الإسناد اللبنانية معنا كما عودناكم هنا في ستوديوهات الميادين محل ميادين للشؤون اللبنانية والسياسية الزميل عباس فنيش عباس أهلا بك معنا وطبيعة الحال الله يعافيك بعد 200 يوم على جبهة الإسناد اللبنانية الموازية بشكل مباشر لما يحصل في قطاع غزة نسأل عن حصيلة هذه الجبهة عن ما يحصل اليوم ما يحصل بالفعل هو وبشكل عملي ترجمة متجددة لما قاله الأمين العام لحزب الله قبل أسابيع بتوسع من وسع وبتعلم من عل والمقاومة تذهب بهذا الأمر إلى ما لم يكن يتوقع العدو وإلى قفزة خلينا نعبر عنها وجرعة جديدة وأعلى مما كانت تقوم به على هذه الجبهة طبعا تحت سقف الإسناد كانت تطلق النار على قدمي الاحتلال من أسفل يعني إذا شبهنا الاحتلال وجيشه كرجل في أسفل القدمين الآن باتت تصل إلى حد الركبة هل هذه القفزة لها علاقة بالرد الإيراني وطبيعة الرد الإيراني الذي رأيناه في الرابع عشر من نيسان يعني هل يمكن القول أن هناك ترابط بين هذا الرد أشك أنه لي الله هو في قلب هذا المحور وهو رأس حرب أساسي في هذا المحور مثل المقاومات له دور أساسي طبعا هو كان يراقب الرد الإيراني وناتج هذا الرد على ساحة الاحتلال وأيضا رد الاحتلال وبالتالي هذا كان له أثره كيف قرأ حزب الله الاحتلال كيف قرأ قدرات الاحتلال وكيف قرأ أن ذلك يمكن أن ينعكس بشكل أو بآخر كاستفادة ميدانية من قبل المقاومة خاصة عندما نتكلم أن هناك دفاع صاروخي وأن هناك درع صاروخي كبير لم يعمل الرد الإيراني بإجماع الجميع حتى الاحتلال بيقول أن هناك ثغرة كبيرة في الدفاع الصاروخي في التعامل مع هذه الصوريخ طيب المقاومة من باب أولى هذه الثغرة أن تستغلها من أجل الاستفادة الأقصى طبعا لي ما راحط على الاستفادة الأقصى ولكن استفادة بشكل أساسي في هذه الجبهة الآن المقاومة الإسلامية في لبنان تستفيد من ثغرة ظهرت خلال الرد الإيراني في الرابع عشر من نيسان على العدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق طبيعي جدا وهي كانت قد استفادت من ثغرات أخرى وإذا بدنا أكثر بطبيعة الحال حتى الإيرانيين حتى المحور مقاومة كله يستفيد من بعضه كل التجارب هذه التجارب تنقل تستفاد وكما يقال في التجارب علم المستأنف هذا يتجلى في الميدان حتى ممكن نحن نشوفه هذا يريد كما عودتنا أيضا بالخراط تدعى الجبهة بتوسع من وسع حتى ترجم لك ما أصدنا نحن الاستفادة من الرد الإيراني وقراءة هذا الرد وكيف تعامل الاحتلال إذا أردنا نلخص بعد الرد كان هناك رد على استهداف مدني وكان هناك استهداف للقبة الحديدية وكان هناك استهداف الرادار في ميرون وهذا الرادار كان يفصل فيه الإعلام الحربي كان هناك ضربة مزدوجة يعني المركب في عرب العرامشة وهذا ضد كتيبة استطلاع وغدا إن شاء الله إذا عملنا تقطية سنفصل أكثر في كعرب العرامشة وسنفصل أكثر في ما حصل في عكة لدينا إسقاط هرمز 450 قصف عنزيتين وكان هناك عكة تحت النار وأصبحنا في مرحلة ما قبل حيفة وهذا إذا منشوفه كله حصل ما قبل حيفة عكة يعني بعيد كم كيلو متر وهذا إذا كله بدنا نفصله هذا جاء بعد ليلة 13-14 نيسان الذي حصل فيه الرد الإيراني وعندما نقول أن المقاومة تستفيد لأنها راقبت درجات رد فعل الاحتلال راقبت ماذا فعل الاحتلال وهي تستفيد من هذا الأمر إضافة إلى الرد الإيراني ما خلينا ما ننسه أيضا هناك عمل في رفح من المزمى عمله يعني بلاش نسمع عن مؤشرات في عمل في رفح وبما أن الجبهة جبهة إسناد وتضامن إذا مشينا الاستفادة من الرد الإيراني لابد أن نسير بخط رفح وماذا سيحصل في رفح وهذا بطبيعة الحال سيكون لديه تفاعله يعني جبهات المقاومة ستتفاعل مع هذا العمل مثل ما تفاعلت قبل بخان يونس وقبله في غزة وقبله عند الدخول البر الأول خلاله الستشور وهذه التجربة مثل أمامنا إذا أردنا أن نلخز ذلك على الخريطة يعني إذا رحنا لموضوع الخريطة نشوف نحن العمل أن الشعاع يتسح عمل القشرة والحافة مازال مستمرا خاصة موضوع استهداف الأجهزة التجسسية ولكن مع دخول الخمس كيلومتر كنا عم نشوف نحن مثلا بيت هيلل على فرض أو كفر بلوم على فرض أو كريات شمونة كانت كلها عندما يحصل الرد على المدنيين اليوم صار القصة أوسع من ذلك هناك قفزة أكثر من ذلك خاصة عند استهداف المدنيين كمان عند استهداف كوادر مقاومة سنفصل في هذه النقطة وبات الشعاع يصل إلى كان في عمل في طبريا ولكن قاعدة ميرون وعنزي تيم وصفد ونهارية وبات هيلل مثل ما بلش أول شهر أو أول شهرين نسمع أنه مثلا برانيت وسكنة زرعيت وهذه المواقع هي الردود اليومية بلشنا نشوف أن هذه الردود اليومية على استهداف المدنيين وهذا لم يحصل من قبل وبالتالي الشعاع التسع وهذا له عكاساته على المدنيين في الشمار المزيد من المهجرين الإسرائيليين والنازحين الإسرائيليين طبيعة الحال كما حصل في مستوطنات الشمال القريبة وضافة الضغط نعم عندما نتحدث ربما في حال استمر الضغط بهذا الشكل والرد بهذا الشكل قد نتحدث في يوم من الأيام عن نازحين ومهجرين من صفة دوعك هذا قال قبل أيام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين سنستمع أيضا لهذه المشاهدين الصوتية لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي رد على التهديدات الإسرائيلية محذرا بأن المقاومة التي أعدمت الحياة في شمال فلسطين المحتلة قادرة على فعل المثل في سائر الأرض المحتلة الإسرائيلي الذي راهن على الزمن أو التهديد بالحرب أو الحلول السياسية أن هذا الشمال الفلسطيني سوف يعيش حالة هنا في يوم من الأيام بعد أن أعدم حزب الله في الحياة نقول لهم اليوم المقاومة في لبنان باعترافكم أنتم أيها الصهايمة أعدمت الحياة في شمال فلسطين احسبوا حسابا جيدا حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل فلسطين وانطلاقا من كلام سيد هاشم صفيد صفيد دين عباس نعود لهذه الخريطة التي كنا نراها قبل قليل هذا تهديد واضح من المقاومة الإسلامية في لبنان ليس فقط من الشمال نهجركم أبعد من ذلك إذا أردنا أن نرى الشعاع أصلا لما نتحدث عن 30 و50 و80 ألف مهجر بحسب بيانات الإعلام الحربي التي صدرت عندما أصدر البيان أنه بعد 200 يوم في القدر الأساسي 80 ألف مهجر طب إذا اتسع الشعاع وبدأ يصل مبان عكا وحيفا على البحر وإذا بهم عندما دخلت هذه المسيرات ضمن العمل المركب بدأوا يهربون طب هني لماذا كانوا يعدين مسترخين على الشاط لأنهم يعتقدون أنهم في أمان الآن لم يعودوا في أمان وعندما تذهب الأمور في الجبهة اللبنانية إلى حيث اللا أمان على الجانب اللبناني على جانب المقاومة على جانب المدنيين على جانب كوادر المقاومة أيضا من حق المقاومة أن تقول أنا سأذهب بالردود إلى درجة أوصل اللا أمان في هذا الكيان إلى درجة يعني مش تهجير مئة ومئتان وثلاثمئة ألف إلى حيث يمكن أن أفعل من أجل كبح جماح الاحتلال منعه وردعه يعني استعادة الردع هذا يأتي أيضا إطار ميزان توازن الردع هذا ميزان توازن وهذا ميزان ردع جديد طيب الاحتلال في المقاومة ماذا يقول يقول أنه أنا لازلت أقوم بقصف وملاحقة وقتل كوادر وما إلى هناك وهذا خط ثاني كان قد بدأ يحصل طيب المقاومة أمام قتل هذه الكوادر يعني شفنا استهداف بشكل مباشر لسيارات كان فيها كوادر من المقاومة ويبدو أن الاحتلال يقول أن هذه نقطة أساسية وأنا أتعمد معطياتنا تقول الاحتلال بدأ يتعمد أكثر فأكثر استهداف صف معين من هذه الكوادر ضمن مواصفات محددة أو عن بقول هو رد مثلا على إسقاط هرمز أو رد على استهداف القب الحديدي ولكن بشكل أو بآخر هو يقوم بذلك المقاومة درس طبيعة الردود المتناسبة لأن الأصل هو الردع وإذا لم يرتطع ستكمل يعني بماذا ستكمل ستكمل بأمر ما فبدأت نمطا جديدا وهذا النمط شفناه عندما استهدف الكوادر ابتداء ومن ثم ردت في عرب العرامشة وبعدها عندما استهدف كادر في عدلون ردت على عك ضمن عمل مركب طيب النمط الجديد هو ضمط الردود المركبة غدا سنشرح في تقطية الغد طبعا إذا توفقنا ما هي هذه الردود المركبة وكيف يقوم بها حزب الله طيب هذه الردود المركبة التي قام بها في عرب العرامشة أدت إلى ما أدت عليه كتيبة استطلاع يعني إحنا ما عم نحكي عن عنصر أو كاميرا كتيبة كاملة وهناك ضرر كبير وشاهدنا رد فعل الاحتلال ولاحقا عندما ذهب الاستهداف عدلون ذهبت مقاومة الاستهداف حكا برد مركب من خلال المسيرات مش صواريخ موجهة صحيرات بالتالي عندما تبدأ ردود مركبة استهدفت عدلون بعد ساعات تذهب بهذا النوع من الرد يعني أنت لديك بنك أهداف وأن تقررت ماذا ستريد أن تفعل ما هي الطريقة وما هي الأهداف التي تريد أن تصيبها وكلها ضمن استهداف القدرات العسكرية طيب هذه القدرات العسكرية شو مهمته قب حديدية أو رادار أو هرمز أو حتى المواقع العسكرية مهمتها بالأصل أن تقوم بحماية المستوطنين فيها جنود مهمتهم أن يقوموا بحماية المستوطنين بحماية المستوطنات إذا بدأت الاستهدافات بشكل مكثف وبدأت هذه الردود بشكل مكثف كيف سيتم حماية هؤلاء المستوطنين؟ ليس هناك أمكانية هذا ليس فقط نمط هذا الذكاء خبره أيضا الاحتلال 40 سنة تجربة بالمقاومة والاحتلال نحن بنسان 96 ما صنعه هو النمط ليس كثيفة الصواريخ والآن ما يصنع المعادلات في الشمال ويزرع في وعي قيادة عسكرية تحديدا من الجيش الإسرائيلي معضلة ماذا سنفعل ما حزب الله هو النمط وهذا يتحول شيء في شيء إلى معضلة لذلك إذا أردنا أن نعطي حصيلة المقاومة قبل الحصيلة عباس لأنه أنت ذكرت قبل قليل أكثر من مرة فكرة الرد المركب حتى موضوع الرد المركب يعني يتم استخدامه بكثافة أكثر حتى من قبل حزب الله بعد الرد الإيراني لأنه كان ردا مركبا كبيرا والإسرائيلي انزعج منه كثيرا والأمريكي وكان هناك حيرة كيف قام الإيرانيون بإصال الصواريخ إلى هذه القواعد هذا أيضا يرتبط فكرة الرد المركب أيضا بدأت تأتي بعد 14 من نيسان كان في ردود مركبة ولكن بحسب طبيعة ليس بهذا الشكل طبعا المقامة بها الإيراني تاريخي نحن الآن مش عم نشرح الرد الإيراني لكن هذا الأغراق تعطيل الدفاعات الصاروخية بهذه الطريقة عم يحكي أنت هذه المسيرات والصواريخ قطعت عدد من الدول فيها دفاعات وفيها عدد من الدول يعني جغرافيا كبيرة متطورة وفيها دفاعات صاروخية للأمريكي وليأخرين وقام بإغراق الجبهة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها طبعا المقاومة حتى برد ميرون الأول مثلا بـ 6-1-2024 نعم قمت بإطلاق عدد كبير من صواريخ الكاتيوشا ولكن من أصاب بدقة وآذل قاعدة في الصواريخ الموجهة كورنت إي أم اللي كان عم يدخل للمرة الأولى فالردود المركبة نعم أسلوب جديد نمط جديد على الاحتلال أن ينتبه أن هذا النمط ما زال في المستوى الأول حتى المسايرات المستخدمة لم تكشف المقاومة بلديها عشانك إذا بدنا نشوف بعد 200 يوم وبالجاية هناك أربع استنتاجات يمكن أن نقول لهم المقاومة بعد أكثر من 200 يوم وهذا عندما قال الأمير العام لحزب الله أنه ما بعد استهداف القنصلية مرحلة جديدة نقول التالي أن المقاومة جاهزة جاهزيتها عالية هي تستطيع وهذا برهنت أكثر من مرة وهي تقرر يعني هي تقرر عندما تستطيع تقرر ماذا ستفعل وما خفي أعظم لأنه إذا بلشي بهذا المستوى من المسايرات والاحتلال قد يكمل وبالتالي نسأل في أي شعاع ستكمل ما هي النقاط التي ستستهدفها وكيفية الردود المركبة التي ستعمل بها أو حتى يمكن ليس ردود مركبة ردود من نوع آخر وماذا عن نوعية السلاح لأنه حتى اللحظة المقاومة تُعلم بأننا لم نستخدم إلا القدر اليسير والقليل جدا أكثر سلاح مطور هذا استخدموه كشفوا عنه ألماس والباقيين بعدك عم تحكي بأسلحة 1960 و1970 حتى يمكن بعض الجويش حطيتها بالمستوضاعات مع متستخدماء المقاومة تصنع من خلالها معادلات وتقوم بالرد فيها على الاعتداءات الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر